على الرغم مما تجرعوه من كارثة زلزال مدمر ضرب تركيا في شباط الماضي إلا أن هالي غازي عنتاب وكهرمان مرعش وملاط يتوافدوا إلى صندوق الاقتراع ملايين الأتراك لم يتركوا حدثاً يعتبروا الأهم في تاريخ تركي الحديث الممتد على مدى قرن كامل سيما للتنافس الشديد بين مرشحي الرئاسة حيث أدل الأتراك بأصواتهم في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في 81 ولاية من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة خمس سنوات واختيار أعضاء البرلمان البالغ عددهم 600 نائب بواقع أكثر من 60 مليون مواطن تركي بينهم نحو خمسة ملايين ناخب يصوتون للمرة الأولى بنسبة تصويت عالية بلغت نحو 89% ومع كل هذا الصخب الديمقراطي في تركيا تتجه أنظار العراق الرسمي والشعبي على حد سواء لما ستنتج عنه من رؤى سياسية وأمنية واقتصادية سيما مع العراق لما يتعلق بملفات مهمة جداً كتواجد العسكري في مناطق الشمال إذ يطرح المتنافسون الأتراك على منصب الرئاسة رؤى الحرب ضد حزب العمال الكردستاني والتعامل التركي مع العراق وسوريا الملف الأكثر أهمية بين العراق وتركيا أيضاً ملف المياه والطاقة سيما نفط أقليم كردستان والمياه التي سبق وأن بحثت حكومتها البلدين سابقاً وحالياً لإيجاد ما يضمن حقوق العراق المائية وعدم التضييق على إطلاقات المياه أعتقد بأن هناك تغير في استراتيجية الحكومة التركية في تعاطيها مع الملفات التي تهدد أمنها الإقليمي وكذلك أيضاً المساحات المسموح لها بالتحرك فيها في مجالها الأمن القومي الذي تتيح من خلالها التحركات ضد من تصفهم بالميليشيات الإرهابية ونتحدث بوجه التحديد عن البيكاكي على سبيل المثال التي مصنفة إرهابياً في تركيا كذلك أيضاً من هذا الانتشار الكبير الذي قد حصلت عليه من خلال بعض الدعم المقدم من بعض الدول أعتقد بأنه سيخفض تدريجياً في حال وجود حلول حقيقية في تلك الدول التي تعاني من أزمات محلية وأقليمية وانتشرت هذه الأزمات وهناك اختلاط ببعض الأزمات في الملفين السوري والعراقي هناك ترابط كبير بهذه الأزمة كذلك أيضاً تواجد الإيراني كلها ملفات أعتقد بأنها ستلقي بظلالها على من سيقوم بإدارة تركيا المستقبل ومع هذا يرى سياسيون أن مواضلة حصول العراق على حقوقه في السيادة والطاقة والمياه ليست مشكلة حكومة تركية سابقة أو لاحقة بل هي مشكلة معادلة سياسية غير مستقرة وهيبة دولة مفقودة هي بحاجة والكلام لسياسيين إلى نخبة تعرف كيف تفاوض فتأتي للبلاد بما لم يأتي به السابقون